كنا بنتكلم في بداية الحلقة عن مشاكل العقود بتاعة العملة يعني النهاردة في عملة كتير بتشتكي ان عندها مشاكل في العقود بتاعتها ان بيحصل فسخ عقد فجأة ما بينه وما بين الشركة المطورة العقاري حضرك شايف ده ازاي وشايف تحل المشكلة دي ازاي الموضوع الفترة اللي فاتت دي لما حصل التعويم وناس باي على المتر ب10.000 جنيه والنهاردة بقى 38.000 فطبعا فيه فرق كبير جدا والمطور خسر كتير المطور كان الاول ممكن يتهاون ويتساهل اللي حد تأخر عليه ما هو حتى لو خد منه الشقة هيباع بنفس السعر ايه ولكن حضرتك عد عليك الحالات دي الفترة الاخيرة طبعا انا شخصيا عد عليك فالنهاردة العميل ييجي حد ينصحه يقوله طالما المطور تأخر اوقف القصات يا عم انت لو قفت القصات العقدة ما يقولش كده انت لو قفت القصات فيه شرط فاسخ في العق ايه ولكن يا مفندي ما احنا كنت نتكلم مثلا على نموذج النهاردة ان المطور العقاري بيبدأ ان هو يجمع انا اتأخرت يومين اتأخرت يومين يومين على معايد القصة لا لا الكلام ده غير قانوني فبدأ ان يبقى فيه فسخ عقدة القاعد لا 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 هولك حاجة فسخ العقدة ده غير قانوني يعني انا النهاردة نفترض ان انا تأخرت في قصة ويجي دفعت القصة اللي بعد وخدت اصال بداه يعني الاصال اللي بعده او الدفع اللي بعده جب المشكلة اللي قبليه يعني خلاص ولا ليه قيمة طالما انا خدت القصة يبقى انا تنزلت ضمنيا عن الشرط الفاسخ انا طبعا مش قانوني بس طبعا بحكم ان انا بشتغل في الكلام ده وطرد عليك كتير لا يعني العمير يعني انا يا فندم لما يتقع لا فيش حاجة ما يجمع المدد بتاعت القصات كلها على بعضها وان انا اقول دي مدة كبيرة فافس خلعات لا لا فافس خلعات لا كلاب ده غير قانوني بالمرة وفيه يعني معلش فيه نوع من الاستعباط من الناس بالتعمل كده طب ازاي حاجة زي كده ممكن تأثر على القطاع العقاري يا فندم لا هو القطاع العقاري حتى لو حالات قليلة جدا لا لا هو قطاع العقاري زي وزي اي قطاع يعني فيه السلبيات في الإيجابيات واحنا نحمد ربنا ان نتيجة التضخم الكبير جدا ده وان الاصوات العالية حتى في قطاع العقار اللي هي بتشتكي من التسليمات ولا اخره وليلة جدا ريلاتيف او بالنسبة للي حصل للتعاوم اللي حصل ده والتضخم اللي حصل لا بالعكس ده هو منطلق جدا جدا وانا شايف حتى السلبيات اللي موجودة وليلة جدا بالنسبة لحجم كبير العمل اللي تنفرق على العقار صحيح انا معاك في الرؤية ده باش مونس محمد نورتنا وباشكرك شكرا جزيلا على وجودك معينا النهار شكرا لحضرك وشكرا كل الفريق الاعداد نورتنا